أجواء الحرب تسود مدينة الحديدة مجدداً إثر اندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي وذلك بعد ساعة فقط من تأكيدات للمبعوث الأمومي إلى اليمن مارتن غريفث بأن الطرفين اتفق على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السوكهولم بشأن التهديئة وإعادة الانتشار في الحديدة الاشتباكات التي اندلعت فجر الثلاثاء واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة ودارت بالقرب من مطاحن البحر الأحمر وجولة الأقرع وعلى أطراف شارع الخمسين في الشمال الشرقي لمدينة الحديدة وأطلق فيها الحوثيون قذائف المدفعية باتجاه القوات الحكومية جنوب المدينة وساط تحليق مكثف للطيران في سماء الحديدة لم تشهده المدينة منذ سريان وقف إطلاق النار الهاش قبل أكثر من أربعة أشهر يأتي ذلك فيما تشهد مدينة الحديدة أزمة مياه في عدد من أحيائها جراء انقطاع امدادات هذه الخدمة الحيوية دون تفسيرات واضحة عن أسباب هذا الانقطاع تطورات الحديدة تمضي بالاتجاه المعاكس لما أعلن عنه المبعوث الأممي خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن حينما أكد أن الطرفين المتقاتلين في الحديدة توصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد لكنه كان واقعيا في تقييمه المجرى الأمور في اليمن حينما شدد على أن الحرب لا تظهر أي علامات على الانحسار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة محمد السعدي وفي مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي رد على غريفث بأن لا تقدم تم إحرازه في تنفيذ اتفاق السوكولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر وعز السعدي ذلك إلى تهرب الحوثيين من استحقاقات السلام وممارستهم المزيد من التعنت والصلف واتباعهم تكتيك المماطلة لاستثمار معاناة الشعب اليمني وذلك للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية وتنفيذ مشروعهم السلالي الطائفي على حد ما جاء في مداخلة السفير السعدي من جانبه شدد النائب صغير بن عزيز الذي يرأس جانب الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار خلال مداخلة له أمام مجلس النواب المنعقد حاليا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت على أن لا حل مع جماعة الحوثي إلا بالحسم العسكري وحذر من أن التأخير في استكمال تحرير الحديدة ستكون له عواقب وخيمة وذهب بن عزيز إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن عمل المبعوث الأمم مارتن غريفث مخالف لاتفاق الحديدة وقرار مجلس الأمن رقم 2451